رحلة عبر الإنترنت تسنيم فتاة بشوشة ومحبوبة وهي بنت مغرمة بالاستكشاف تعوض أصحابها المشاركة في رحلات يزيرون فيها مناطق مختلفة ثم يصفون على مسمع منها ما شاهدوه أما تسنيم فلم تغادر قط مسقط رأسها اقتربت منها صديقتها سيرين ذات يوم وقالت لها ألم تشاركي يوما في رحلة لما لا تغبرين عن المناطق التي زرتها إنك تكتفين بالاستماع إلينا ونحن نحبك ونحب أن نستفيد منك كما تستفيدين منا تأثرت تسنيم فحمرت وجناتها ودخلت قسمها ولما سألها المعلم عن سر التأثر الذي بدى عليها أخبرته بالحقيقة ابتسم المعلم وربط على كتف تسنيم قائلا الأمر هين يا تسنيم لا بد أن تجد الطريقة المناسبة التي تمكنك من السفر إلى أي مكان تريدينه بأقل تكلفة تساءلت البنت في نفسها كيف يمكن أن أسافر بأقل كلفة دخلت تسنيم إلى مخبر الإعلامية وأخذت لوحة رقمية وأبحرت عبر الإنترنت تتصفح الموسوعات وتزور المواقع وجمعت معلومات إضافية عن مسرح الجم وأثار دقة وكرتاج وصوراً عن جامع عقبة ومتحف باردو سأل المعلم تلاميذه عن أهم المعالم الأثارية بتونس فأجابت تسنيم بكل ثقة ودقة وقدمت صوراً كثيرة أعجب المعلم بجواب تسنيم فسألها كيف زرت كل هذه المواقع الأثرية يا تسنيم فأجابت متسمة لقد سافرت إليها عبر الإنترنت فشكرها وصفق لها رفاقها الأسئلة أولاً هل كانت تسنيم تشارك أصدقاءها الحديث عن الرحلات؟ لماذا؟ لا، لم تكن تسنيم تشارك أصدقاءها الحديث عن الرحلات لأنها لم تغادر قط مسقط رأسها ثانياً ما أثر قول سيرين في تسنيم؟ بدأ أثر قول سيرين في تسنيم بالتأثر وحمرار وجناتها ثالثاً خطرت ببالي تسنيم فكرة تساعدها على جمع المعلومات ما هي؟ الفكرة التي خطرت ببالي تسنيم كي تساعدها على جمع المعلومات هي الإبحار عبر الإنترنت وتصفح الموسوعات وزيارة المواقع رابعاً ما هي المعالم الأثرية التي تحدثت عنها تسنيم؟ المعالم الأثرية التي تحدثت عنها تسنيم هي مصرح الجم وآثار دقاء وكرتاج وجاميع عقبة ومتحف باردو